اللهم انتبرك بها ثالثة وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله وعلى آل بيتك المظلومين الطاهرين السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح المستشهدة ما خاب سيدي من تمسك بكم أمن والله من لجأ والتجأ إليكم فيا ليتنا كنا لكم الفدا سادة فنفوز والله فوزا عظيم قد أوهنات جلد الديار الخالية من أهلها مال الديار ومال ومعالمون أضحيت مآتم لا ترى فيها سوى ناعي يجاوب ناعي ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق إذا العراق كما هي ولقد دعوه ولقد دعوه للعنا فأجابهم ودعوه 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 لهدى فردوا داعي يا 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 النبي المصطفى ووصيه وأخذك يا يا ابن البتول الزا يا 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 تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكن ما عيني لأجلك يا ضعك يا تبتل منكم يا يوم كربل يا يابد من ولا تبتل مني بالدموع يا يوم كربل يا يابد من ولا قوضوا ضعون من المدينة وسافر حسين خيطوا من خلف يا محمد وم البن وحالة محمى يا ياد يا خلق تشجي الأعادي مشقوق جاب ويرطم يلهم وينادي يحسن للسوق الضعين ذايب وفادي وكل ما اتلهم الناس يصفج راحي ليدين نشفى الدمعت من الوجه وكل ما نهض طايا وكل ما يسلوني جذب واناته صايا لحد يسلني الترايا من الأخرا كلكم ما تدرون بمصايا يا يابي يا مسلمي هاللي يقودون الطعاين هالنشام قلبي ما هو باني عليهم بالسلام خفير الدعاين بس نسوا ويدام ريض لخيك بالضعاين يا قرة العين يا حسين يا حسين سلطان البلايات لا عزم يشيل يشيل تطلع الناس تطلع الناس تشيع وتسرج على الخيل على الخيل وانت يا سلطان المدينة الطالح بليل يا حسين وياكم اخذوني يا طي العين يا حسين والله تتنوم نصرك يا بوسكن الأجاني وأنا نصيب الحزن ومقاس المصايب قاسات نهوى للجمال ويام صفين لكن ما الأمر والمرجع لله والعاقبة للمتقين وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا أمنا بالله أمنا بالله صدق الله علي العظيم عطروا مجلسكم وأفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد دمت أي جنب قيد لماذا أن تصبح لم يتم تذكر في كن��서 هذا موضوع حديثنا لهذه الليلة وعلى ضوء هذه الآية الكريمة سوف نمر على بعض من تلكم الدروس البليغة القرآنية التي حوتها هذه الآية المباركة وسيكون حديثي المختصر في محورين المحور الأول أمر فيه على أهم المفاهيم القرآنية التي جاءت في الآية المباركة والمحور الثاني سوف أتطرق فيه إلى نوعي الهجرة وسوف أقدم لهذين المحورين مقدمة في سبب نزول هذه الآية المباركة أما المقدمة لهذه المحورين في سبب النزول ذكر المفسرون حينما يتعرضون إلى هذه الآية المباركة أن هذه الآية وهي قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض إلى آخر الآية الشريفة قالوا أن سبب نزول هذه الآية هو أن النبي محمد صلى الله عليه وآله لما هاجر من مكة إلى المدينة بعد أن أذن الله سبحانه وتعالى له بالهجرة بعد أن أوذي المؤمنون والمسلمون في مكة من قبل قريش أوذوا كثيرا الله سبحانه وتعالى أمره بالهجر هاجر النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة وهاجر معه المسلمون بقى جماعة من المسلمين لم يهاجر ما هاجروا مع المسلمين إلى المدينة بعضهم كان عنده أسباب للبقاء سبب أسباب يعني مقنعة كون كبير في السن ما يتحمل كون بعض الأسر مثلا ما عندها الإمكانيات يتهاجر امرأة مثلا عندها أبناء عندها أولاد ما تقدر يتهاجروا بهم مثلا بعضهم كان علي المريض ما يقدر يهاجر ما يقدر يهاجر أسباب بعضهم مقنعة وبعضهم ما كان عندها أسباب مقنعة أسباب يعني تبرئ ذمته عند الله ساحته عند الله ما عنده كون مثلا والله عند أموال في مكة ما يقدر يفارق هذه الأموال عنده عقار عنده التزامات مالية مثلا عنده عنده ما يقدر مثلا يفارق دنياه في مكة هذه أسباب مقنعة عند الله سبحانه وتعالى زين بعد ذلك حصلت واقعة أول واقعة واقعة بادر واحنا نعرف في التاريخ واقعة بادر لما حصلت قريش دفاعا عن تلك الأموال التي بحوزة أبي سفيان القادمة من الشام والتي اعترضها النبي والمسلمون معه أمروا بأن يخرج معهم الجميع وأخرجوا حتى المسلمين الذين لم يهاجروا معهم خرجوا معهم مرغمين طيب حصلت المعركة دول الجماعة انقتلوا قتل بعض جماعة منهم يعني دول المسلمين اللي أخرجوا من مكة مع قريش قتلوا في المعركة حصل جدل بين المسلمين أنفسها يعني دولة الحين إلا انقتلوا وين مصيرهم يصير يعني إلى الجنة كونهم مرغمين يعني عندهم عذر عند الله سبحانه وتعالى أو لا دولة مو معذورين فيكون مصيرهم مصير المشركين نزل قوله تعالى في هذه الآية ليحسم النزاع والجدان إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسه قسمت قسمت دولة اللي انقتلوا إلى قسمين قسم ظلموا أنفسهم وقسم ثاني اللي استثنتهم الآية إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم وكان الله عفوا غفوا أكو ظالمين أنفسهم وأكو مستضعفين مستضعفين هدوهم عفوا عنهم أما الذين ظلموا أنفسهم ما عندهم عذر مقنع عند الله سبحانه وتعالى مصيرهم مصير أولئك المشركين لأنهم هم تسببوا في هذا المصير إلى أنفسهم هذا السبب نزول هذه الآية الآن أتي إلى المحور الأول المحور الأول نمر على بعض مفاهيم هذه الآية لأننا مطلوب مننا لما نقرأ الآيات نقرأها بتأمل نقرأها بتدبر نأخذ منها الدروس نأخذ منها العبار أول مفهوم من مفاهيم هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين توفاهم الملائك هنا يبين الله سبحانه وتعالى الملائكة هؤلاء دورهم أنهم يتوفّون الناس توفّاهم الملائك تقبض الأرواح وهنا بيان أن الملائكة هم عمال الله سبحانه وتعالى في هذا الكون العظيم والله سبحانه وتعالى جعل للملائكة أدوار في هذا الكون فمنهم من يقبض الأرواح وقد وكل بذلك ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بها ومنهم الله سبحانه وتعالى جعلهم ماذا؟ من الكتب يكتبون أعمال الإنسان وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون كتبت الأعمال إذ يتلقى المتلقياء ومنهم هؤلاء الملكان اللدان وكلاب الإنسان إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ومنهم من الله سبحانه وتعالى يرسله لحفظ الإنسان وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون حفظه يحفظونه في آية أخرى يحفظونه من أمر الله له معقبات من بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله في التفاسير يحفظونه من أمر الله أمر الله هو الموت يحولون بينه وبين الموت تشوف هذا الإنسان تقول هذا صار إلى يعني موقف تقول هذا لا يرجى منه الحياة وإذا الله سبحانه وتعالى يعطيه حياة ويعيشها الإنسان ما جاء ساعته وأجله في هذه الدنيا الله أعطاه حياة أخرى هناك ملائكة لهدور في هذا الأمر هناك خزنة الجنان هناك خزنة النيران إلى آخره ملائكة لله سبحانه وتعالى ما من رضى صلى الله عليه يوم واحد يجي إلى يقول لي يا مولايك الناس يرون هذا الحديث عن جدك رسول الله قال ما هو قال قال أن الله ينزل في ليلة الجمعة في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له لما الرضى عليه السلام قال كذبوا على جد رسول الله ما قال جديده وإنما قال الله ينزل ملك من الملائك الله إلى عمان في هذا الكون ينزل ملك نزول وصعود هذا مول الله سبحانه وتعالى هذا الفعل فعل ممكن الوجود لا واجب الوجود الذي يستحيل عليه ماذا يصعد وينزل لأنه منزه عن ذلك زين زين المفهوم الآخر نسبة الإماتة إلى الملائكة أن الذين توفاهم الملائكة نسبة الإماتة إلى الملائكة أحنا نشوف في القرآن أحياناً أن نسبة الإماتة إلى الله سبحانه وتعالى الأرض أحناع إذا فنت أجحب أحياناً الملائكة إلى الملائك're أحياناً رخص الزين وتعالى وبين تتوفاهم رسلنا توفتهم رسلنا يتوفاكم ملك الموت كيف مر الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس وهناك يتوفاكم ملك الموت القرآن ما في تعارض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وهو المنزه عن الاختلاف والتعارض إذن شلون نجمع بين هذين القسمين من الآيات نجمع بينهم أنه في نسبة الإماتة إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه الفاعل الحقيقي المؤثر في هذا الكون هو الله ألا إلى الله ترجع الأمور تصير الأمور الله سبحانه وتعالى ترجع إليه كل الأمور كل الأفعال لأنه هو المؤثر والفاعل الحقيقي ونسبة الإماتة إلى الملائكة باعتبار هي المؤثر بالعرب لأن أمرها من الله سبحانه وتعالى فهي المباشر إلى الفعل المباشر إلى الفعل مثل ما أنت تقول بنا فلان بيته هو بناه يعني بإيده لا ما بناه بإيده بشره العمال ولكن بأمره ينسب البناء إلى صاحب البناء وينسب أيضا إلى العمال الذين قاموا بالبناء لا تعارض في ذلك المفهوم الثالث قوله تعالى ظالمي أنفسهم ظالمي أنفسهم الظلم كما يقول علماء الأخلاق ثلاثة ظلم لله سبحانه وتعالى يصدر من الإنسان في حق الله وهو أشد أنواع الظلم ما هو هو الشرك بالله والعياد بالله في سورة لقمان نقرأ قول الله سبحانه وتعالى لا تشرك بالله إن الشركة لظلم عظيم هذا الظلم العظيم من الإنسان في حق الله أن يشرك بالله سبحانه وتعالى والنوع الثاني من الظلم ظلم الناس ظلم الناس إنسان يظلم إنسان إياك الحق يظلمه في قول في فعل في أي أمر من الأمور يظلم هذا النوع من الظلم ظلمات يوم القيام وهذا النوع من الظلم اللي في حقوق للناس من أنواع الذنوب التي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى لصاحبها إلا أن هو يبادر بإبراء ذمته من الناس لأن هذا حقوق البشر حقوق الناس وبتاريخ يقول للمام حسين سلام الله عليه لما أراد الذهاب إلى كربلاء فيما قال لأصحابه أنه لا يخرج معنا رجل عليه دين لا يروح يقاتل واحد وعليه دين للناس يطالبوه الناس بديون فقال أحدهم يا ابن رسول الله إن علي دين وقد ضمنته زوجتي زوجتي قالت أضمن أنا ماذا؟ أؤدي دينك فقال الإمام وما ضمانه امرأة أنت شنو تضمن أن زوجتك؟ ماذا؟ تقضي دينك هذا حق الناس أنت يكون تطمئن أديت الحق شوف إلى هذا الحد إلى هذه الدرجة دقة الشرع والإسلام فهذا النوع من الظلم وهو ظلم الناس أحد أنواع الظلم أكو نوع ثالث من الظلم ظلم النفس شلون يعني ظلم والنفس هذه إلى الإنسان وهو هذا اللي يتعب لأجل هذه النفس الإنسان مع نفسه ماكو بعد يعني أقرب إليه من نفسه التي بين جنبه يتعب على راحتها على أنه يوفر لها الراحة وفر لها الطعام الشراب وفر لها كل ما تتطلبه من مع كل ذلك يجي هذا الإنسان يظلم هذه النفس شلون يظلمها وهو يعمل ليل نهار لأجلها تأتي الروايات تفسح عن ذلك تقول ظلم النفس معناه أنه ماذا يبعدها عن الهداية يبعدها عن الهداية يبعدها عن مواطن الهدى هذا الإنسان اللي يبعد نفسه عن مواطن الهدى ظلم نفسه ما تشوفه في مسجد ما تشوفه في مسجد ما تشوفه في حسينية ما تشوفه في مجالس مؤمنين ما تشوفه في مجالس علماء ما تشوفه في مجالس الخير لاهب حياته لاهب نفسه هذا الإنسان ما ظلم نفسه ظلم نفسه أبعدها عن مواطن الخير مواطن الصلاح مواطن الهداية الآن شوف هذه الأيام أيام عاشورة احنا تمر علينا أيام عاشورة في جو استثنائي ظرف استثنائي الله رفع البلاء إن شاء الله عننا وعنكم وعن المؤمنين وهذا امتحان وابتلاع على يحام للإنسان المؤمن هنا لا يجيب حتى هذا المرض أو هذا الوباء عذر في أنه ما يستمع وما يحضر إن استطعت الحضور فاحضر ما استطعت الحضور الحجة قائمة لو بالاستماع لو بأن تشاهد الشاشة تشاهد الخطيب وتتفاعل مع الخطيب وكأنك لو كنت حاضرا في المجلس ولهذا من الجيد في مثل هذه الظروف إنه إحنا للأسر إحنا الآن تشوف أبنائنا يوم كانت الأيام الماضية يحل علينا أيام عاشورة نحرص نجيب ويانا أبنائنا أولادنا الصغار الآن يقول لك لا شوية الأولاد بعدهم عن هذه الأماكن العامة حفاظا على سلامتهم لكن ما يسقط عنه الواجب وهو أقله أن نجعلهم حريصين على أن يستمعوا أو يشاهدوا المجلس الحسيني ولو عبر شاشة من الجيد أن الواحد يكون يجعل إلى أهل أسرة أبنائه ولو ساعة في اليوم يعلّمهم على أن هذه الساعة تجتمعون على الشاشة وتشاهدون الخطيب وتتفاعلون معه كما لو كنتم حضورا في مجلس عزاء أبي عبد الله الحسين ويكتب لكم المجلس إن شاء الله هذا أنا في هذه الحالة ماذا؟ استطعت أن أكون لي جو في البيت جو هداية وصلاح إلى الأسرة إلى الأبناء وخليتهم يرتبطوا بالإمام الحسين سلام الله عليه وبكربلاء في هذه الأيام وهذا الواجب ينبغى أن لا نغفل عنه يقول والله الواحد مننا أنا رحت المجلس الحمد لله توفقت ورحت المسجد أو الحسينية وجي وجل بيت وهو مرتاح يعني أنه حضر المجلس شارك وما يهتم بالأسرة ما يهتم بالأبناء وكذا لا أنت الآن كمل مشروعك الحسيني حتى في أسرتك أرجع إلى الآية المباركة فظلم النفس إذن هو إبعادها عن مواطن الهداية والصلاح المفهوم الأخير في هذا المحور أكو درس في الآية عبارة عن درس بليغ في الآية المباركة هذا الدرس نأخذه من الحوار اللي صار بين الملائكة وبين هؤلاء هؤلاء لما سئلتهم الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها دولة لما قتلوا في المعركة والملائكة توفتهم وصار هالحوار أنتوا وين كون ليش ما هاجرتوا ويا المسلمين من مكة إلى المدينة وليش بقيت في مكة أجابوا كنا مستضعفين في الأرض يقولون أهل التفسير والتدبر يقولون هذا الجواب هذا الجواب ليس جوابا مقنعا وإنما هو جواب تبريري جواب التبريري لا ينفع لإنسان هذا هو الدرس كثيرا نحن أحيانا نقع في الأخطاء والإنسان معرض للخطاء الخطاء سواء كان في حياته الاجتماعية سواء كان في حياته الأسرية أيا كان هذا الخطاء الخطاء مع نفسه زين هذا لما يلام سواء نفسه تلوم نفس لوام تلوم صاحبها أو أحد يلوم الطرف الآخر يلوم تشوف هذا الإنسان يسارع إلى التبرير هذا هو العادة عند الإنسان يبرر عمله يبرر إلى أخطائه فلان أنت ليش مثلا ما تقترب من أهل الصلاح هو بدل ما يقول والله أنا مقصر أنا يفترض أقترب يفترض مثلا نغير من هذه الأجواء التي أنا عليها يفترض أكون لي الجماعة الصالحة والبيئة الصالحة التي تعيني على ديني ودنياي وآخرتي روح يهاجم المؤمنين يقول دولة أهل نفاق دولة ما عليك منهم دولة كذا 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 فيبرر إلى نفسه حتى لو كان بالتهجم على أهل الخير والصلاح والمؤمنين هذا من مؤساوس الشيطان مع الأسف أو مثلا تشوف ما تشوف أحنا في أسرنا مثلا تشوف هذا الآب لما ولد يخفق في الدراسة ولدي ليش أنت مثلا أخفقت في الدراسة ليش أشوفك مثلا متأخر في الدراسة مو مهتم ما يرجع هذا الولد إلى نفسه يقول والله أنا مقصر وكذا وإن شاء الله أعيدك وكذا وكذا تشوف يروح إلى مبدأ التبرير يقول والله أنا مثلا بسبب المدرس الخلان هذا ما يعرف يدرس المدرسة كلها مشاكل ما تخلي الواحد يركز ويرميها على هذا وهذا ويطلع نفسه من السالفة هذا يسموه مبدأ التبرير هذا مبدأ التبرير لا يحل مشكلة أبدا للإنسان وإنما يجعله دائما متأخر تشوف هذا الزوج مع زوجته أخطأت الزوجة صارت تبرر صارت تبرر إلى خطأها أنه بسبب فلان هو المقصر هو كذا هو كذا أخطأ الزوج ما يرجع إلى نفسه يقول أنا أخطأت أنا قصرت يقول بسبب فلان هي كذا هي كذا كل واحد يبرر إلى نفسه هذا يحل المشكلة ما يحل المشكلة التبرير إلى المشكلة لا يعالج مشكلة أبدا وإنما يجعل الإنسان ماذا مستمر على خطأ هنا القرآن يريد يعلم يقول لا تبرر إلى فشلك لا تبرر إلى خطأك لا تبرر إلى مشكلتك وإنما أرجع إلى نفسك وعالج المشكلة من خلال ماذا من خلال نفسك أنت زي حتى لا أطيل عليك صل على محمد وعلي محمد محور الأخير باختصار شديد محور الأخير والثاني والأخير وهو نوفي نوعي الهجرة الهجرة نوعان أكو هجرة يسموها الهجرة المعنوية وأكو هجرة يسموها الهجرة الحسية أما الهجرة المعنوية فهي متاحة إلى الجميع ينبغي لجميع أفراد المجتمع أن يكون لهم هجرة معنوية ما هذه الهجرة المعنوية هي التي جاءت فيها الرواية المهاجر من هجر الذنوب هجر السيئات هجر الذنوب هجر الأعمال السيئة هذا اللي يهجر العمل السيئ قربة إلى الله تعالى الله يكتبه مهاجر يعطيه أجر المهاجر وما أعظمها من هجرة الآن الآن الإنسان لما يجدد التوبة هو مهاجر عند الله سبحانه وتعالى لأنه هجر الذنوب والسيئات لما الإنسان يصلح من حال يهجر عادة سيئة أو عملا سيئا يكتب عند الله مهاجرا أما النوع الثاني وهو الهجرة الحسية هذا المصطلح في أذهاننا الهجرة الحسية هي أن يهاجر الإنسان من مكان إلى آخر وهذه الهجرة أحيانا تكون هجرة مستحبة استحب للإنسان أن يهاجر كأن يهاجر الإنسان مثلا إلى طلب العلم كأن يهاجر الإنسان مثلا إلى أن يطور من حاله العلمي والفكري يهاجر إلى بلد يدرس فيه مثلا عمل طيب وأحيانا تكون واجبة كأن في بلد لا يوجد فيها عالم ما يوجد فيها أحد يبلغ حكم الله أنه يجب على واحد من أفراد المجتمع يروح هاجر يطلب العلم ما فيها مثلا طبيب عالج الناس يجب على واحد من أفراد المجتمع يطلب هذا العلم حتى يؤدي دور وأحيانا يكون تكون الهجرة مكروهة كأن يهاجر الإنسان من مكان فيه مؤمنين فيه أخيار فيه مساجد فيه دور عبادة فيه حسينيات فيه مجالس علماء بيئة صالحة يروح إلى مجتمع لا يوجد فيه هذه الأجواء لا يوجد فيه هذه الأجواء هذه هجرة مكروهة وأكو هجرة محرمة وهو أن يهاجر للإنسان من مكان طيب إلى مكان فاسد ولا يقدر على أن يرد الفساد عن نفسه والحرام عن نفسه هذه هجرة محرمة لأن السفار مقدمة إلى الحرام حرام ولهذا تجد سيرة الأنبياء والرسول والصالحين في حياتهم وسيرتهم أنهم كانوا يهاجرون إلى الله سبحانه وتعالى هجرة إلى إصلاح الناس إلى إصلاح العباد كل الأنبياء لهم هجرة وكل الصالحين لهم هجرة ومن أعظم تلك الهجرات التي كان للدين وللشرع أثرها العظيم هي هجرة الإمام الحسين سلام الله عليه يخرج مهاجر إلى الله سبحانه وتعالى من أجل ماذا؟ من أجل إصلاح الفاسد من أمر الناس وما رأينا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك وما خرجت إلا لطلب الأصلاح في أمة جدي وفعلا يعزم الإمام على الخروج من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقول الرواية لما أراد الإمام الحسين سلام الله عليه أن يخرج من المدينة جاء يزور جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى المسجد صلى ركعتين وزار جده رسول الله صلى الله عليه وآله تكرر هذا الأمر من الإمام الحسين عز على الإمام أن يخرج من المدينة ويبتعد عن هذه الآرض الطيبة التي فيها مثوى جده رسول الله وأمه فاطمة الزهراء تقول بعض الروايات فهومت عين الحسين على قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرآ جده في عالم الرؤيا في رعيل من الملائكة بين يدا وعن يمين وعن شمال وضم الحسين إلى الصدر آه وقال حبيبي حسين إن أمك وأباك وأخاك قدموا عليه وهم مشتاقون إليك وإن لك في الجنان درجات لا تنالها إلا بالشهادة تقول الروايا فبكى الحسين وهو يرى جده في عالم الرؤيا وقال لغ جد يا رسول الله أخذني إليك في هذا القبر فلا حاجة لي في الرجوع قال له لابد لك يا ولدي من الرجوع إي مع الحسين وهو يودع جده رسول الله ضم عندك يا جد هو في هذا الضري إيه ولا صوات الحسينية إن شاء الله أروح أهل البيت معاك في هذا المجلس ضم مني عندك يا جده في هذا الضري علني يا جايا من بلو زمان أستري ضاق بي يا جايا من فرط الأسى كل فسي فعسى طود الأسى يندك بين الدكة وحسين 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 جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيء وأشاب الهم رسيء قبل قبل أبان المشي فعلا من داخل القابر بقاء ونحيب ونداء بفتجاع حسين يا حبيبي يا حسين وحسين 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 ستذوق الموت ظلم ضاميان في كربلا وستبقى في عراها يا ثاويا من جدلا وكأني بلعي من أصل شمر قد على صدرك الطاهرة بالسييف يحز الودج وحسين 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 وكأني بالأيام من بناتي تستغي صارخات نادبات وقد عز المغ قد بر أجسام هو نضرب والسير الحثي بينها السجاد بيل أصفاد مغلول اليد ليتك يا رسول الله تنظر إلى بناتي وإلى أم المصائب زين وهي على ذلك الجمل الضالع والصياد تتلوى على متون نهاية والمنادي نادي زين بطلعوها يقولون زين بطلعوها وضع وحرق قلب وعب راس وخوخ وليا من بيجا تبص تضرب بوغا سب الزجية وضوغا هو كأني بزينب وهي على تلك الحال وهي تشكو الحال إلى أخيها الحسين يا الله اليوم نعم همدم عاعدنا على زينب أوال أوال يا نا أنا طال الجان ما ينشاف شاف وصاط وصاط الجان ما ينسمع سمع وخدر وخدر الجان ما ينداس داس سب الزجية وبو يلفح السب أوال أخو يا أخو يا 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 الله طب أنا المجلس وفي ناس وفي ناس متجمع ومن كل الأجناس يا الله ومن كل لجنة يا يأس يأخذ نصار وكفر ورجاء يا واس ولم نرأون مهبط الرأس قالوا يا زينب وين عباس ختام هذا المجلس هذا البيت أولي أخويا أخويا صعبة صعبة على الأخ جدا مخوخة يضرب العدو يشتم أبوه والله يضرب العدو اشتهم أبوه خرج الحسين من المدينة خائفين كخروج موسى خائفين يتكتم وقد جل عن مكت وهو ابن غاء وبه تشرفت الحطيم وزمزم إلهي نسألك وندعمك بالحسين الوجيه وجده وبي أمي وأخي وتسعة الأمة المعصوم ينذر يتيوب نقضي حوائجنا يا الله يسر أمورنا نفسهم ومن فرش كروبنا شاف جماعة الحاضرين أحفظهم فردا ومن يلود بهم المؤسسسين تقبل أعمالهم أوسع في أرزاق حوائجنا وحوائجهم يسر أمورنا وأمورهم وإلى أرواح موتان ومتاكم المؤمنين وارواح العلماء وإلى رحيمان من الراحل وارواح جميع مراجعنا الإظام ومما تعالي الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات